تطلع لنا سواب جماهير أو محبي للنادي الأهلي يبقى اللقب الثالث على التوالي ده على الشاشة أمامنا طبعا فريق النادي الأهلي متوجه لملعب المباراة من فندق الإقامة كل التوفيق ليهم انطلاقة تبقى قوية انطلاقة تبقى مميزة من خلال بطولة الدور الممتاز وزي ما أنتم عارفين ممكن احنا في الجولة الأولى بالنسبة لنا ويعتبر تجربة أو بنقاهل نفسنا للمباراة القادمة المهمة بالنسبة لنا في بطولة أفريقيا ولكن طبعا زي ما احنا دايما باستمرار جمهور النادي الأهلي محب لبطولة الدوري دايما لما احنا بنشترك في بطولة كبيرة زي بطولة الدوري اللي هي زي ما بنقول طويلة النفس لازم يبقى فريق عنده نفس طويل عشان يكون بطل لهذه البطولة بطولة الدوري الممتاز لازم يبقى عنده النفس ده ولكن طبعا تداخل المباراة وقرب المباراة سواء بقى دوري أو أفريقيا بيبقى عندك حتة ان انت بتآهل نفسك في هذه المباراة من المباراة القادمة اللي هي المباراة المهمة جدا والمرتقمة ما بيننا وبين الترجي يوم 16 باستاذ الجيش ببورج العرب لكن احنا تركيزنا النهاردة على المباراة الأولى بالنسبة لنا في بطولة الدوري كامل التوفيق ان شاء الله للفريق اكيد كابتن حسام البدري واللعبين بيجاهزين نفسهم بشكل كبير لهذه المباراة ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه من خلال طبعا تواجد الجهاز الفني اللي بيحس بالمسئولية مسئوليته دايما للعبين من اللعبين للجمهور عندهم مسئولية كبيرة للجمهور للكيان كله ان انت بتكسب البطولات وتحفظ على هذا اللقب ده مسئولية كبيرة جدا زي ما احنا شايفين سعد سمير كابتن حسام البدري وهم بيصعدوا لباص الفريق متاجين طبعا لملعب المباراة كابتن النبي الشعلالي طبعا مخطط الأحمال كله طبعا في حالة تركيز وده الوضع الطبيع قبل المباراة حسين السيد موجود أحمد الشيخ العقد من فريق مصر مقصة بعد الأعارة واللي بيصق فيه جدا الجهاز الفني هنشوف النهاردة طبعا التشكيل هيكون عامل ازاي زي ما بقول لكم ويمكن قايمة النادي الأهلي النهاردة اللي اختار كابتن حسام البدري شيف إكرامي أحمد عادل عبد الميناء محمد شناوي أحمد فتحي باسم علي محمد هاني علي معلوم طبعا سجل ميناء شادي محمد وعمد متعب ومحمد أبو تريكا وعبد الله السعيد بينما أهضر مؤمن زكريا ضرب الجزاء واحدة أما طلع الجيش حصل على ضرب الجزاء أو ركل الجزاء واحدة أهضرها أحمد عيد عبد الملك في مباراة الدور الأول في الموسم الماضي لو نتذكر هذه المباراة طرد شهدت مباراة الفريقين أربع حالات طرد منها أسامة رجب مرة وحسام عبد العال أيضا لعب النادي الأهلي ومن ناشئين النادي الأهلي قبل كده أكيد قبل ما يروح طلع الجيش من طلع الجيش وعبد الله فاروق من العال الانزارات يمكن حصول لعبي طلع الجيش على 19 كارت أصفر بينما حصل لعبي الأهلي على 10 كروت صفراء فقط يمكن واضح جدا دايما نقدر نجيبها ونتكلم عليها أيضا طبعا دايما أقول لكم ده أوتوبيس النادي الأهلي متجه لملعب اللقاء كامل التوفيق للفريق أكيد مركزين بشكل جيد دايما أقول لكم الموسم الماضي 2016-2017 نادي الأهلي لعب فريق طلع الجيش في الدور الأول وكسب في هذه المباراة 3-0 أحرز الأهداف مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجيه أما في الدور الثاني فاز النادي الأهلي 2-1 على طلع الجيش حرز الأهداف عبد الله السعيد من ضرب الجزاء وميدو جابر في ديئة 25 للموسم الثاني على التوالي نتمنى إن شاء الله من خلال انطلاقة اليوم تبقى الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي زي ما أقول لكم يمكن نادي الأهلي من موسم منذ انطلاقة الدوري 48-49 فاز باللقب 39 مرة أخيرهم طبعا الموسم الماضي خلال 1519 مباراة في 64 موسم فاز في 1015 مباراة وتعادل في 242 مباراة وخسر في 162 مباراة لما نيجي نتكلم على عدد خسارة فريق النادي الأهلي يدل على البطولة يدل على إن انت ما بتخسرش بسهولة عشان كمان عشان هجيلكم كمان في عدد الأهداف اللي ممكن يخش على مدار تاريخ النادي الأهلي كل ما انت يبقى عدد الخسارة قليلة وعدد الأهداف عندك كتير وعدد أهداف اللي بتخش فيك قليلة ده يدل إن انت نادي بطل تكسير لما نيجي نبص حتى ليه فوزك انت 39 مرة وأقرب المنافسين ليك وحصولوا على بطولة الدوري ليك نيجي نبص النادي الأهلي 39 نادي الزمالك اللي بياليه تقريبا 12 بطولة يعني اعتقد إنها يعني صعبة جدا 12 بطولة النادي الزمالك 39 الامور طبعا بعيدة جدا عن نادي الزمالك والأندية الخلف النادي الأهلي فبالتالي ده هو ده النادي الأهلي هو ده كان النادي الأهلي دايما مليء بالبطولات وكل يوم بنصحة والنام على بطولات يا رب إن شاء الله زي ما أقول لكم كده سجل الأهلي في تلك المشاركات 266 2675 هدف بينما استقبلت شباكه 952 هدف على مر تاريخ هذه البطولة وبطولة الدوري الممتاز الأهلي لعب أمام 66 منافس مختلف في الدوري يمكن النادي الأهلي دايما فيه كل فريق بيعرف إزاي يلعبه بيعرف إزاي يتعامل معه يعني الفريق بقى بيطلع من الدوري الدرجة التانية بيطلع الفريق أول النادي الأهلي أيضا بيعرف في لعبه يمكن فيه فرق دايما بيتميز النادي الأهلي أنه هو بيقابلها زي الزمالك زي الترسانة زي المصري زي الاتحاد دور الفرق الأكثر مشاركة مع الأهلي في هذه البطولة فبالتالي يعني المصري حتى لما بنيجي نتكلم لعب 113 مباراة في الدوري مع النادي الأهلي زي مالك 114 مباراة الاتحاد 112 مباراة ثم الإسماعيلي 111 مباراة دائما الأهلي متفوق بشكل كبير في هذه البطولات يا رب كامل التوفيق وزي ما بنقول تكسير الأرقام القياسية بالنسبة للنادي الأهلي هو ده المطلوب هو ده الفريق البطل بيعمله دايما سواء في مصر أو في كل أنحاء العالم فالنادي الأهلي هو الأقصر الأندية في مصر حصولا على بطولة الدوري والكأس أيضا فبنتكلم إن شاء الله تبقى بطولة موفقة وبدأ موفقة للنادي الأهلي هذا الموسم يا رب كل التوفيق ليهم بأمر الله حيث أقول لكم من القايمة اللي احنا شفناها النهاردة ممكن في بعض الناس بتتكلم على التشكيل وممكن إيه التشكيل متوقعة هيكون معنا نجمنا طبعا كابتن وليد صلاح وكابتن ربيع سين هيكونوا معنا هنتكلم على التشكيل وهيكون معنا وهنتكلم كابتن حسان بدري أكيد فيه تغيير في الموسم الجديد في بعض المراكز ممكن الشكل ممكن هيشتغل كابتن حسان بنفس الطريقة بتاعت السنة اللي فاتت ولكن بعض الإضافات اللي جات من خلال صفقات جديدة بعض الأفكار اللي ممكن تبقى عند كابتن حسان البدري نتيجة طبعا أنه هو بيفكر في المباراة القادمة أيضا مباراة الترجي هنشوف الأمور المشية إزاي ولكن تشكيل متوقعة ممكن يكون بداية شريف إكرامي في حراس المرمى من المين الشمال مثلا ممكن يبقى أحمد فتحي سعد سمير رمي ربيع حسين السيد نتيجة إصابة علي معلول أيضا في خط الوسط حسام عشور وعمر السليا هو دا يمكن كابتن حسام مش هيغير كتير السبات في التشكيل دا دايما كابتن حسام البدري بيفكر فيه باستمرار أما في الأمام أحمد حمودي وعبد الله سعيد إسلام محارب ممكن يبقى موجود يعني دا أو يعني هنشوف الدنيا ماشى إزاي أما في المقدمة وليد أزارو واللي يمكن اعتمد عليه كابتن حسام البدري وكان بيشوفه في الموسم الماضي في المباراة الأخيرة والتقلق بشكل كبير مع النادي الأهلي وأثبت أنه هو لاعب من اللعبين المميزين اللي انضموا حديثا للنادي الأهلي لكن أكيد هنستفاد منه هذا الموسم بشكل كبير دا يمكن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي عايز أقول لكم طرع الجيش فريق مميز كابتن أحمد سامي واحد من أبناء النادي الأهلي أيضا موجود على رأس الجهاز الفني لهذا الفريق أكيد عنده تطلعات وطموح في بداية أو أولى اللقاءات بالنسبة له في هذا الموسم وبالأخص لما يكون قدام فريق كبير زي النادي الأهلي الأمور بتبقى بالنسبة له فيها حماسة فيها إصرار بالنسبة له لا مدرب كفء مدرب لسه صغير في السن بيحاول يقول للناس إحنا موجودين كفريق وكمدرب أو مدير فني يعني كابتن أحمد سامي بقاله فترة فيه طلع الجيش فترات ما بيبقى موجود فيها كمدير فني بيعمل أداء مميز هو فهم اللاعبين عارف صفات الإراضية عندهم عاملة إزاي فبالتالي مباراة بالنسبة له النهاردة مباراة مهمة جدا كفريق طلع الجيش وأيضا كأحمد سامي وهو واحد من أبناء النادي الأهلي عايز أقول لكم قائمة فريق طلع الجيش محمد بسام محمود شكري عبدالعزيز توفيق معتمد محسن خالد سطوحي محمد رز حسن يوسف إسلام جمال محمود البدري محمد أشرف عبدالقادر بلال جمال عاصم صلاح فرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سرحان وحسام جلال محمد طارق أبو العز وصلاح أمين ووائل فراج علي الفيل الإسلام شرقية وأحمد الشيخ ومحمود حمد أحمد هاني محمود عبدالعاطي عموري وأحمد فوزي وجروم ويا وديفيد موجود معهم أيضا ومحمد عصام الغندور اللعب المعار من النادي الأهلي ومصطفى محمود طبعا محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي حكم النهاردة هيكون حكم ساحة أحمد حمدي مساعده الأول عبدالفتاح عريشة ومساعد تاني يوسف البساطي أما حكم الرابع فهيكون الكابتن محمد يوسف زي أقول لكم إحنا كلامنا طبعا عن النادي الأهلي لكن أفكركم بنتائج الجولة الأولى بالنسبة للدور الممتاز اللي ابتدى أول إمبارح ممكن فيه مباراة حاليا دلوقتي المصر البورسعيدي ووادي دجلة متقدم فريق المصري من ضرب الجزاء بهدف أحمد جمع طبعا الهداف المميز حاليا لفريق المصري البورسعيدي 1-0 لفريق المصري البورسعيدي أمام وادي دجلة كانت قبلها مباراة الأسيوتي ومصر مقصة وتعادل الفريقين الأسيوتي ومصر مقصة 1-1 هدف الأول كان في دياء أربعة أربعين لمحمد طارق لعب الأسيوتي ثم جون أنطوي لعب المقصة في دياء 2-3